السلام عليكم تبس المعيس حين يلفظ بالوعد وقال آخر أحم لهم ودونهم مفلات كأن فسيحها لصدر الحليم البحث يقول الحميري إن تذاشير الصباح تشبه في التلاغم وجه الخريفة عيد سماعي المديحة فأنت ترى هنا أن هذا التشبيه خرج عما كان مستقرا في نفسك من أن الشيء يشبه دائما بما هو أقوى منه في وجه الشبه إذن مأدوف أن يقال إن وجه الخليفة يشبه الصباح ولكنه عكز وقلب للمبالغة والإغراق بالدعاء أن وجه الشبه أقوى في المشبه ويشبه ويشبه مفهومة لمسألة تشبيه المقلوم يعني الأصل أن يكون لدينا مشبه ومشبه به والوصف في المشبه به أقوى منه في المشبه لما نقول زيد كالأسدي الأصل أن يكون وصف الشجاعتي يعني أبرز وأظهر في الأسد لكن لما يقلب يمكن أن بعض من يقلب يقلب على المشبه ما كان المشبه به قال هنا وبدى الصباح كأن غرته وجه الخليفة فهنا الأصل أنه يمدح الخليفة ويبين حسن وجهه فيجعله مشبه ويشبه وجه الخليفة بالصباح ولكنه فعل العكس قال بدى الصباح وهذا الصباح كأن غرته وجه الخليفة فلا يسميه العلماء ماذا؟ تشبيه مقلوم يعني وكأن فيه الدعاء أن هذا الممدوح بلغ في هذا الوصف سواء كان حسنا أو جمالا أو شجاعة يعني بلغ مقاما أرفع من هذا الأصل جعل الأصل فرعا والفرع أصل لعم ويشبه الثالث شبهت الفراد بصدر الحليم في الاتساع وهذا أيضا تشبيه المقلوم نعم مثال الثاني وكأن الماء في الصفاء طباعه الماء والمشبه طباعه والمشبه به الصفاء وجه الشبه وهذا نوع من التشبيه المقلوم وكأن ظوء النهاري جميل ظوء النهاري المشبه جميل هو المشبه به فالنشرع وجه الشبه ونوع التشبيه مقلوم وكأن نشر روضي حسن سيرته نشر الروضي هو المشبه المشبه به حسن سيرته وجه الشبه جميل الأفل وهو تشبيه مقلوم نعم وضع هذا اليادي سهل حتى الأخيان لما جابو معهم نصف تشبيه المقلوم هو أن يوضع المشبه مكان المشبه فيه فيه نوع من هذا الادعاء اللي هي مبالغة بأن هذا الممدوحة أو الموصوف في هذا الشعر أو النفر مبلغ مقاما عاليا في هذا الوصف فضلا هل يستعمل الملح يستعمل بالجرد طبعا الأغراض التشبيه شفت الأغراض التشبيه اللي شفناها سابقا فهو الأغلب يعني في عدد شعران يكون أغربهم المدح يمكن أن يكون في الذنب في الهجاء هذا يوارد كل وارد بلاغ بالتشبيه وبعض ما أثر عموعة المعرض والمحدثين نعم تنشر بلاغ التشبيه من المراد بالمحدثين ربما يخطئ البعض ويقرأه المحدثين هذا هي اصطلاح يعني ربما يستعملوا علماء النحو والبلاغ هنذكره هو من عرش عندكم يقول المحدث في اللغة هو المتأخر والمراد به هنا من جاء بعد عهد العرب الذين يحتجوا بكلامهم في اللغة بمعلم نحن نعلم مجمعا أن علم النحو جاء بعد أن تكلم العرب بالعربية يعني لم يأتي مثلا علماء النحو وأسسوا قواعد النحو ثم تكلم العرب تبعا نهاته القواعد وإنما كان العرب يتكلمون بالسلق بالقريحة وفي مرحلة من المراحل يعني اختلط العرب بالعجم يعني بسبب الفتوحات الإسلامية وهذا وقع وظهر جليل في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورأى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن في هذا خطر على الدين أصلا لأن فشوه هذا اللحم إذا كفر سيؤدي إلى الفهم الخاطئ لكلام الله عز وجل ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم فأشار على أبي الأسود الدؤ لأن يضع للناس علما تضبط به لغة العرب فالأصل فالأصل وأن القواعد النحو هي مطاوعة لكلام العرب يعني أبو الأسود الدؤ لرحمه الله بدأ يتتبع كلام العرب وينظر سأل في البداية أمير المؤمنين رأى مغتما قال ما أهمك يا أمير المؤمنين قالوا إني أرى دخولا كثيرا لهذه الحمراء في ديننا وقد أفسدوا علينا لغتنا قال فما ترى أمير المؤمنين قالوا ضع للناس علما تضبط به لغة العرب قال كيف ذلك قال قل لهم كل فاعل مرفوع وكل مفعول منصوب وكل مضاف إليه مجرور أنحوا هذا النحو أي يسلف هذا المسجح نعم أو هذا الطريق وفي رواية يعني كان قد رقنا أو كتب سيدنا علي رضي الله عنه هذه الكلمة وبدأ أبو الأسود رحمه الله تابعي جليم وخضرب بدأ يتتبع كلام العرب ويضع القواعد فالقواعد النحوية هي في الأصل مطاوعة لكلام شو لكلام العرب القحاء واعتمد طبعا بالأساس القرآن الكريم ثم كلام العرب في الجاهلية والإسلام ده ثم العرب الذين يعني لما استكمل تقريبا القواعد وبقي الناس فترة طويلة يعني يفرعون على هذه القواعد ويفصلونها يعني في البداية القواعد هي كانت خاضعة لكلام العرب يعني ربما قاعد يضعها ولكن القاعد تختلف مع آية قرآنية بحيث لا يمكن الجمع أو مع شعر من أشعار الجاهلية فيستغنى عن تلك القاعدة أو تغير أو تجعل فيها يعني أقسان في مرحلة أخرى مثل زماني نحن الآن الأصل الآن والمعتمد هو القواعد فنحن نحتكم إلى قواعد النحو والنحات لما وضعوا القواعد النحوية احتكموا إلى كلام العرب لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو الفاصل بين الزمانين إلى أي حد بقي اعتبار كلام العربي حجة هذا يختلف من الحضر إلى البادية لأن الحضر أو المدن من شأنها أن تفسد فيها اللغات أسرع منها في البادية بالنسبة للحضر فسدت القراءة يقول لم يعد كلام العربي حجة تقريبا بداية من نصف القرن الثاني هجر يعني قبل تقريبا 150 هجر كلامهم حجة أما الذي جاء بعد 150 هجر في الحضر كلامهم ليس حجة تقريبا الوحيد الذي هو من من عاش بعد أواصل القرن الثاني هجر وكلامه حجة هو الإمام الشاجر رحمه الله تولد في 150 هجر ولكن يعني ولكن كلامه حجه ونعرف كنا عنده ديوان كامل في الشعر يقول الإمام شافع لو لا الشعر بالعلماء يزلي لكنت اليوم أشعر من لبيدي لو لا خشية الرحمن عندي لجعلت الناس كلهم عبيدي عبيدي يعني مجاز متبعين لهم وهناك قبيلة كمان أعلم جميع اسمها قبيلة منه ذيل كانوا لا يقبلون دخيلا عليهم من العربي أنفسهم لما لهم من القوة في اللغة العربية ولما لهم من الفصحة والوحيد الذي ساكنهم يعني من العربي أنفسهم فضلا عن العجم فالوحيد الذي سكنهم سبع سنين وليس منهم هو الإمام الشافع لما رأوا من قوته في العربية وعلموا أنه لن يضرهم يأخذون منه ويأخذوا منه هذا في الحضر أما في البادية فبقيت القرائح سليمة إلى تقريما أوصل القرن الرابع هجري يعني في ممدة قرنين كاملين حدد تقريما 350 هجري بعد 350 هجري لم يعد هناك لم يعد كلام عرب حجة بل صار الاحتكام بالأساس إلى قواعد علم النحو فالذين جاءوا يعني بعد تلك الفترة وصار الاحتكامهم يعني إلى قواعد النحو هذين يتسمون ماذا محدثين والإقبلهم هم طبعا عرب قحاح ولهذا كان النحات كلما أشكل عليهم مثلا مسألة من المسائل وأرادوا التحقق منها كانوا يذهبون إلى البدو يذهبون إلى التجهون إلى البادية ليسمعوا الكلمة من العرب القحاح من جملة ذلك يعني طرف أن أحد النحات أشكلت عليه ثلاث كلمات الرقيم والمتاع وتبارك فذهب إلى بعض القرى ليسمع تلك الكلمة وليتحرها عند العرب القحاح فلما أشرف على الدخول لتلك القرية وجد جارية صغيرة بيدها خرقة بالية تغسل بها تنظف بها الأواني فوضعتها على الأرض فأتى أعزكم الله كلب وأخذ تلك الخرقة وفر هارب تجه نحو الجبل فصاحت الجارية قالت يا أمه جاء الرقيم وأخذ المتاع وتبارك الجبل فم رجعه أحد الأعرام جاء إلى الحاضرة لقضاء بعض الشؤون ودخل المسجد ليسمع بعض الدروس فجلس في حلقة النحو ولم يكن يعلم كان يظن أنه سيسمع الفقه أو سيسمع الأحاديث فكان الدرس الغرب بزيد عمر نظري بزيد الفعل المرفوع فبعد ما أن انتهت للحصة قيل له ما رأيك في هذا الدرس قال ما هذا الذي تدرسونه قالوا هذا النحو قالوا لا لن نحو لاجئت ولا فيه أرغب دعوا زينا وشأنه أين ما شاء يذهب أنا مالي وما لم رأى أبد الدهر يضرب مثل هذا شخص لا يحتاج إلى العربية ولا القصص التي رأيناها لما قرأ أحدهم في الصلاة وأذنوا من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين قرأ ورسوله وهي ورسوله فزعم العربي أنه بريء من رسول الله فلما سمع سيدنا عمر غضط يعني وعد الدر فلما سأله قال كيف لا أبرأ ابنه وقد بريء منه الله تعالى قال كيف ذلك قال قرأ إيمانكم أن الله بريء من المشركين ورسوله قال لا ليست هكذا يا أعربي إنما هي أن الله بريء من المشركين ورسوله قال وأنا بريء ممن بريء منه الله ورسوله فأمر عمر رضي الله عنه أن لا يقرأ القرآن إلا عالم باللغة يعني هذا القرار الذي اتخذه سيدنا عمر في نوع من العلاج وظاهرة تستفحل بعد كثيرا شكور مع الحجاج لا لا يعني مع سيدنا عمر لما أذكر ورنه مع سيدنا عمر وموجود قصص كثيرة أخرى قصة قرأ أحدهم والسارق والسارقة فقطعوا إيديهم جزاء بما كسب أنا كان من الله والله غفور الرحيم العربي قال هذا ليس قرآن تحير كيف قال فلما سأل من بعد قال لا الآية والله عزيز الحكيم قال هذا قرآن يعني فقطعوا أيديهما ونكلم من الله ونكلم من الغفور رحيم هذا يوجد علاقة مع علم البلاغة ليس علاقة مع علم النحو ونحو ليس هناك أي إشكال إلى غير باقي عزف حكم خططها نعم عزف حكم من المعطة نعم 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 على كل أحد وكلام أنا أعرف على ما أعطي وعطي على ما أعطي من هدية يوري يوري أعطيني لغة الدارجة الآن التي تتكلم بها مثلا وخمسمية تحت في المئة ودفع تبليه هذه كوين القواعد التي تتكلم لغة الدارجة وفهم كتاب تبدي تسمع واحد كلها ضيئة من المساعدين يقول لك لبست شلاكة وحجمت شلاغمي تعرف اليوم من المساعدين لأنهم لديهم شلاغم وهنا ترقيق وتفخيم ليس حركة ونحن لم نحن شلاغم نحن نقول شلاغم نقول شلاكة نقول شلاكة مثلا هناك مساكن هناك إلهجة تونسية تخرج مثلا في مكان فيه جماعة لوردن والسوريا وكذا تعرف هذا تونسي وكذا تبدأ هنا لأن التقضيق تعرف لهذا معناها من مساكن فما نحتاجه لأن نتكلم هذين نتكلم بالسليقة فالعرب كانوا يتكلمون العربية سليقة لكن بعد لما اختلط بهم العجام فصار تأثرت اللغة العربية فهذه عرب أوائل ونحن الآن في زمننا نحتكم بالأساس لقواعد النعم بهذه ذفته وإن كان المقدمة هذه دائما نذكرها لما ندرس علم النحو لكن ما يمنع هو أثيرت هذه النقطة قال المحدث في اللغة المتأخر والمراد به هنا من جاء بعد عهد العرب الذين يحتجوا بكلامهم في لغة فالخلاص أن الذين يحتجوا بكلامهم هم الأصل وهم العرب الذين كانوا في الجاهلية وإلا في الإسلام إلى حدود أواصل قرن الثاني هجع في الحاضرة في المدن أو أواصل قرن رضا في البدو واضح المسألة شكرا هين وصل وين تنشأ بلاغ التشبيه من أنه ينتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء طريف يشبهه أو صورة بارعة تمثله وكلما كان هذا الانتقال بعيدا قليلا الخطورة من البال أو منتزجا بقليل أو كثير من الخيال كان التشبيه أروى على النفس وأدعى إلى إعجابها وإهتزازها طيب يعني هنا لما تكلم على بلاغة التشبيه طبعا نحن رأينا في حصاتي الأولى أن البلاغة في جانب كبير منها تعنى بالجانب المعنوي الفصاحة تعنى بالجانب تقريبا اللفظي اللي هي سلامة الكلام يعني من التنافر وكذلك التعقيد أو الغرابة بالنسبة للمفرد ومخالفة قواعد اللغة يعني في جانب كبير منها الفصاحة تعنى باللفظ البلاغة تعنى باللفظ وتعنى كذلك بالمعنى وهي موافقة الكلام لمقتضى الحال مع كل جمال الذي ينبغي أن يكسو هذه اللغة ويحليها في أذان السامعين قال تنشأ بلاغة تشبيهه من أنه ينتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء طريف يشبهه أوصورة بارعة تمثله يعني هذا يتكلم على عنصر الجمالية في اللغة العربية وكلما كان هذا الانتقال بعيدا قليلا خطورة بذلك ممتزجا بقليل أو كثير من الخيال كانت تشبيه أروعة في النفس ومن هنا تفهم ما قلت أنه كلما في الأسلوب الأدبي كلما كان المعنى غير مصرح به يعني فيه ربما مجهز فيه يعني نشاء ما نقول نوع من الخيال فيه كناية عدم يعني عكس الصراحة كلما كان ذلك أوقع في النفس كانت تشبيه أروعة في النفس وأدعى إلى إعجابها وهتزازها نعم فإذا قلت فإذا قلت فلان يشبيه فلانا في الطول أو إن الأرض تشبيه الكرة في الشكل أو إن الجزر البريطانية البريطانية تشبيه من هذا اليابان لم يكن لهذه التشبيهات أثر من بلابة لظهور المشابهة وعدم احتياج العثور عليها إلى براعة وجهد الأدبية ولخلوبها من الخيال وهذا الضرب من التشبيه يقصد به البيان والإيضاح وتقريب الشيء إلى الأفهام وأكثر ما يستعمل في العظوم والفنون مثلا يعني مثلا كتب العلم كتب الفقه يعني مثلا كتب العقاد فلا نجد فيه هذه الاستعارات والتشبيهات يعني والخيال في الأسلوب العلمي نجد ذلك في الأسلوب الأدابي خاصة وجزء منه في الأسلوب الخطابي أو الخطابي أي ولكنك تشبهك روعة التشبيه حينما تسمع قول المهر يصف نجما يسرع اللمح في حمرار كما تسرع في اللمح مقلة الغضبان فإن تشبيه لمحات النجم وتألقه مع حمرار ضبه بسرعة لمحة الغضبان من التشبيهات النادرة التي لا تنقال إلى لأديمه نعم يعني تشبيه لمحات النجم وتألقه قال يسرع اللمح في حمرار هنا يصف طبعا نجما كما تسرع في اللمح مقلة الغضبان ذلك الحمرار كيف يأتي بسرعة في عين الإنسان الغضب نعم الشاعر التخطأ في الوصف هذا معاني وذلك المعاني طبعا هذا وصل ومن ذلك طول الشاعر وكأن النجوم بين نجاها سنن اللاح بينهن ابتداعه فإن جمال هذا التشبيه جاء من شعورك ببراعة الشاعر وحفقه في عقد المشابهة بين حالتين ما كان يخطر بالمان تشاب ويوم وهما حالة النجوم في رقعة الليل بحال السنن الدينية الصحيحة متفرقة بين البداع الباطل نعم والسنن والسنن طبعا شبهها بالنور يعني النجوم وتلك الظلمة يعني فيها إشارة إلى الابتداع والظلاء نعم ولهذا التشبيه روعة أخرى جاءت من أن الشاعر تخيل أن السنن مذيئة لماعة وأن البداع مظلمة قاطمة ومن أبدع التشبيهات لقول المتندي بريد بلا الأطلال لم أقف بها وقوف شهيح ضاع في الترب خاتمه يد على نفسه بالبلاع الفنائ إذا هو لم يقف بالأطلال ليذكر عهد من كان بها ثم أراد أن يصور لك هيئة وقوف فقال كما يقف شهيح فقد خاتمه في التراب كيف يكون حاله هذا شهيح خاتمه في التراب من كان يوفق إلى تصوير حال الذاهل المتحير المحزون المترج برقس المنتقن من مكان إلى مكان في اضطراب وذاشد في اضطراب وذاشد بحال شهيح فقال في التراب خاتم ثمين ولو أردنا أن نورد لك أمثلة من هذا النوع لطع الكلام هذه هي بلاغ التشبيه من حيث مبلغ طرافته وقعد مرمان ومقدار ما فيه من خياله أما بلاغته من حيث الصورة الكلامية التي يوضع فيها أيضا فأقل التشبيهات مرتبة في البلاغة ما ذكرت أركانه جميعها لأن بلاغة التشبيه مبنية على الدعاء أن المشبه عيد المشبه به ووجود الأدات ووجه الشبه معا يحولان دون هذا الادعاء فإذا حذفت الأدات وحدها أو وجه الشبه وحده ارتفعت درجة التشبيه في البلاغة قليلا لأن حذف أحد هذين يخوذ دعاء اتحاد المشبه والمشبه به بعض التقوية يخوذ دعاء اتحاد المشبه والمشبه به بعض التقوية بعض التقوية أي ادعاء أن المشبه المشبه وكأنه مماذا متساوية لكنا لما يحدف واحد برق لما يحدف هم لفنين لما يقول زيد أسد فهذا يعني تسمى تشبيه بليغ لأنه بلغ القمة هنا وإن كان التشبيه المقلوب سوف يأتي له ربما يفوق هذا يعني صار الدعاء العكس يعني في الموطن الأول هو ادعاء المساواة فالدعاء المساواة هذا ارتقى به في درجة البلاغة فالتشبيه المقلوب بلغ ندار نحن جاي كاري ولا ملاك يعني مش يصير المشبه به والمشبه به مشبه أما أبلغ أنواع التشبيه فالتشبيه الفنيه لأنه مبني على الدعاء أن المشبه والمشبه به شيء واحد هذا وقد جرى العرب والمحدثون على تشبيه الجوادي بالبحر والمطر والشجاع بالأسد والوجه الحسن بالشمس والقمل والشهم الماضي في الأمور والشهم على تشبيه على تشبيه الجوادي بالكذا والشهم نعم والشهم والشهم الماضي والشهم الماضي في الأمور بالسيف والعالي المنزلة بالنجم والحليم الرزي بالجبل والأماني الكاذبة بالأحلام والوجه الصبيع بالدينار والشعر الفاح بالليل والشعر والشعر الفاح بالليل والماء الصاف باللجين والليل بموج البحر الشعر الفاح يعني الأسود والماء الصاف باللجين اللجين يعني الفضة نعم والليل بموج البحر والجيش بالبحر الزاخ والخيل بالريح والبرد والنجوم بالدورن والأزهار والأزنان بالبرد والنقل والصفن بالجبال والجدار بالحيات المنتويات بالبرد الأسنان البرد يعني أحبة الفلش والجذاور بالحياة الملوية والشيب بالنهار ولمع السلوف وغرة الفرس بالهلال ويشبهون الجبال بالنعامة والذبابة والأميمة بالثعل والطاحشة بالفراش والزليل بالوتدي والقاسي بالحديد والصخري والقاسي والقاسي بالحديد والصخري والبريد بالحمار والبخير بالأرض المجدبتي 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 والبخير بالأرض المجدبتي وقد اشتهر الرجال من العرب بخلال محمودة فصاروا فيها أعلاما فجرت تشبيه بهم فيشبه الوفي بالسموء والكريم بحاتم والعادل بعمرة والحليم بالأحنف والفصيح بسحبانة والخطيب بقصة والشجاع بعمر من معد يكربة والحكيم بلقمانة والذكي بإيس والنبي صلى الله عليه وسلم تدل على دكائه وفطنته والصحابة وغيرهم فذكر فيهم مثال هؤلاء مثل إياسة ذكر له قصص كثيرة نعم واشتهر آخرون بصفات ذنينة فجرت تشبيه بهم أيضا فيشبه العي بباقلة العي نحن نقوله لا العي ماية معناها مش من بلصم اما جي طبها يعمى هذاك اكثر من تنظر اي هذا اي والأحمق بها بنق اي والنادي موب بمكوسعي نعم الكسعي هذا عنده قصصه هو غامض ابن الحرخ خرج مرة للصيد النادم هذا الكسعي خرج مرة للصيد فأصاب خمسة حمر بخمسة أسف حمر وحشية وكان يظن كل مرة أنه مخطئ فغضب أو فغضب وكسر قوسه ولما أصبح رأى الحمر مصروعة والأسهم مخطبة بالندم فندم هو في الليل وقت لا ضرب الخمسة أسهم يعني كالقوس هذيك بعد أن جهزها بتعب كبير كسرها كالقوس هذيك ظن منه أنها ليس دقيقة فيه صابة الأهداف فلما رأى أن الأهداف قد أصيبت فندم على أن انكسر قوسه فندم على كسر قوسه وعظ إبهامه فقطعها صار معيار يعني يقص به صفة الندم ربي أحفظ ها ها مجلس من شفين وخل من قصر تليل اي نها دك دلالة الحمق بل حمق اثنين يعني كانوا يمشيوا يعني واختلف في أمر شنو الليل دعاه هو قبل قصر اثنين دعا الأول قال دعا أن يرزقه الله يعني غدما مثل يعني عدد النجوم والأخر قالوا ماذا تتمنى قال أتمنى أن تكون لي ذئاب بعدد أغنامك فتأكلها فالرب وقعت بينهما خصومة فأعترضهما شيخ يعني عند حمار صغير وله قلتان يعني مملؤتان عسلا فاحتك ما إليه لما روي له القصة غضبة وأخذ العصاء وغرب كسر قلة العسل الأولى وقلة العسل الثاني وقالهم أسال الله دمي كما يسيل هذا العسل إن لم تكون أحمقي والبخيل بمارد والهجاء والهجاء بالحجاج والبعص بالحجاج نعم يعني يهجو الناس كثيرا حطي أصبح حتى يهجو مفسد نعم 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 الحقيقة والمجلس نعم هو أنا اليوم الغالب عندي لما يزل تخلط في بسنان قبل أن نبدأ الحقيقة والمجلس نعطيكم مقدمة نعم فيها بشكل تشجير وغضوة إن شاء الله نبدأ الحقيقة والمجلس نعم شوفوا مشايخرا ومن شاء الله ما يخطونا لخطر الجماعة لما تلقم للمقدمة نعم 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 أن شاء الله 3 أو 3 يوـــــــــ.. والربع حديث وتنزده نحكي وغضوا ان شاء الله على الحديث شوف اللغة العربية فيها الألفاظ المترادفة وعكس المترادفات هو المتكثر المعنى واضح ولا عن ألفاظ مترادفة يعني ألفاظ كثيرة ومعنها واحد أسد ليغ غضانفر هذه اشتتسمى ألفاظ مترادفة يعني الأفاظ كثيرة والمعنى واحد عكس هذا شنو هو أن يكون اللفظ واحد والمعاني كثيرة اللفظ واحد ومعاني هذا شنو يتسمى بعضهم يقولوا اختصارا يقول هي المتشابهة عفوا اللفظ المشترك لكن الكلام ليس دقيق يعني لما تكون المعاني كثيرة واللفظ واحد يسميه العلماء المتكثر المعنى يسميه العلماء المتكثر المعنى واضح كما كنت الأول متكثر المعنى يعني اللفظ واحد والمعاني كثيرة المتكثر المعنى المتكثر المعنى يسميه العلماء المشترك 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 اللفظ الذي وضعه ابتداء لمعاني كثيرة يعني كلمة مشترك تشعر كأن المعاني كلها على نفس الدرجة من الاستحقاق لذلك اللفظ المشترك المشترك مواللفظ مثلا العين العين تطلق على ماذا على الباصرة وتطلق على الجارية يعني عين الماء تطلق كذلك على الذهاب والفضل سكاة العين الواضع للغة العربية لما وضع كلمة العين ابتداء وضعها لهذه المعاني الكثيرة ف الباصرة والجارية والذهاب والفضل وتطلق كذلك على الرقبة هذه المعاني كلها مشتركة في لفظ مثلا العين واضح هذا يسميه العلماء لفظ مشترك عن القسم الثاني يسميه العلماء المنقول المنقول ما هو المنقول المنقول هو لفظ وضع لي معنا ولكنه ترك في الغالب وصار يستعملوا في غيبه مثلا ما معنى الصلاة في اللغة العربية ما معنى صلة يصلي أو ما هي الصلاة الوضع الوضع للغة العربية لما وضع لفظ الصلاة وضعه للدعاء لكن الشريعة الإسلامية نقلت ذلك المعنى صار في الغالب كلمة الصلاة تستعملوا بمعنى عبادة المخصوصة مجموع الركوع والسجود والقيام من العبادة المعروفة هذا يسميه العلماء منقول شرعي يعني شرع نقلمه مثلا ما هو الحرف ما نسمى ما هو الحرف في اللغة العربية الحرف هو طرف الشيء ومن الناس من يعبد الله على حرف لكن علماء النحوي نقلوا هذا اللفظ ترك معنى الضرف وصار يستعمل بمعنى كلمة غير مستقلة بالمفهومية اللي هي مثل حروف الجر حروف العطف حروف الناصب إلى آخرين هذا يسميه العلماء منقول اصطلاح مثلا ما معنى دابة عليكم السلامة أطلع عليكم الزيت الخير ما فيه دابة زدنا زدنا دابة سيماها رنسية وإن شاء الله يزيد السماها لإنشاء الله في وضح إلى بسكة قلت نعم بسكة ومسكين حيث سيكون أصبح دابة مثلا الدابة في لغة العربية وضعت لكل ما يدبه على وجه الأرض لكن في العرف يستعمل بمعنى ذاوية القوائم الأربعة هذا اسمه منقول الكاثر في لغة العربية وضعت المزارة كمثلا غيث عجبا الكفار لكن ولقل وصار عندنا كمسلمين الكاثر يستعمل بمعنى كل من يدين بغير ديانة الإسلام يهودية مصرانية ملحد أيضا هذا اسمه العلماء منقول آخر حاجة التي نحن بها هي ما نسميه بالحقيقة والمجاز الحقيقة والمجاز الحقيقة والمجاز هو لفظ وضع لمعنى في لغة العربية واستعمل في غيره دون أن يترك المعنى الأول فاستعماله في المعنى الأول حقيقة واستعماله في المعنى الثاني مجاز مثلا لفظ الأسدي وضع في لغة العربية لحيوان معين حيوان زائر زائر يزائر لكنك إذا استعملته في الرجل الشجاع فأنت استعملته في معنى بغير المعنى الذي يوضي عليه دون أن يترك في الأول استعماله بمعنى السبع هذا يا حقيقة استعماله بمعنى الرجل الشجاع هذا ما تسمى مثلا عندما استعمله العين بمعنى الجاسوس هذا كانت مجاز فإذا استعملت العين وأريد بها أحد المعاني التي رأيناها ويسمى حقيقة إذا استعملناها بمعنى الجاسوس ستصبح ملاء مجاز نزيله واضحة والنسل هذا إن شاء الله في المسؤولة والله أعلم سبحانه عبدالله في السبع والسلام على المحترين الحمد لله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله شكرا